السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته تابعنا الكرامة وسلام بكم في كل مكان فيديو جديد حلقة جديدة أكيد كالعادة هنتكلم فيها عن النادي العالي ومرضني فيها ضد الأكذيب والشعات ولا صوت يعلو فوق صوت مباراة القمة 95 الأهلي والزمالكي هم الاثنين غدا أو بعد غد بإذن الرحمن هتكون مباراة مهمة مباراة طليق بإذن الرحمن بالكرة المصرية وبإذن الله يكون الفائز بها يكون النادي الأهلي تحت شعار العيبة تلهيك واللي فيها تجيبه فيك علي لطفي يعني أنا بسأل سؤال لحد إمتى جماهير النادي المنافس هيفضلوا عايشين على الكذب والتدليس والتضليل لحد إمتى لحد إمتى هيفضلوا يدعوا ويزيفوا في الحقائق من أجل إثبات إن هي مش هما العيبة بس لا كلكم عايبين السوشيال ميديا النادي المنافس منزلين بيان كاذب على لسان نادي زد إن هما بيدرسوا الاستغناء عن حارس المرمى علي الوطفي بعد ما لمسوه من تفويت وشيء مخجل ويندله الجبين وخبراء كرت القدم وتعمد اللاعب لخسارة فريقه أمام فريقه السابق النادي الأعلي وإن ده سقطة سيخلدها التاريخ عايز أقول أن هذا البيان بيان كاذب بيان ألفه أو من وحي بنات أفكار واحد بيكل بليلة كتير والشياط والحرقان والأكلان يعمل أكثر من جدا قلتلكم قبل كده وهضل أقولها وأتمنى أنك تخدها يعني تحطها عندك في السيف سايد كده من ضمن الملحوظات أو الملاحظات إن عقلية جماهير الزمالك واحدة ثبتها عندك بالله عليك في حاجتين لازم تثبتهم عندك إن عقلية جماهير الزمالك مهما اختلفت المناصب واحدة وقعدة المشجع الزمالكاوي حلالنا حلال وحرامهم برضو حلال أو حلالهم حرام أحمد الخضري ده صحفي وكان في يوما ما رئيس منظومة إعلام نادي الزمالك يعني حاجة كبيرة قوي أحمد الخضري قالك إحساسي إحساسي بيقول لي بيفكر دي مصطفى كان إحساسي بيقول لي إن مطش قدر عبد العظيم هيتكرر بالمناسبة نادي الزمالك ما اعتردش على إبراهيم نور الدين عارفين ليه نادي الزمالك ما اعتردش على إبراهيم نور الدين نادي الزمالك يعلم علم اليقين انتماء إبراهيم نور الدين نادي الزمالك يعلم إن اختيار إبراهيم نور الدين من مسؤول زمالكاوي كبير فالزمالك قاعد متطمن حاطت في بطنه بطيخة صيفي ليه حاطت في بطنه بطيخة صيفي؟ لأن ابنه هيحكمله يعني الزمالك لو كان جابه حسين لبيب يحكم المطش ما كانوش هيبقوا متطمنين زي ما هم متطمنين لإبراهيم نور الدين ليه؟ لأن حسين لبيب كان هيحط في عينه حصوة ملح كان هيحط في عينه حصوة ملح لكن في ناس وصلت من البجاحة لمرحلة لا 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 بص مطش القمة ده تخيل كل حاجة توقع كل حاجة باشا تعالى 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 باشا أوريك الصندوق الأسود لإبراهيم نور الدين الصندوق الأسود إبراهيم نور الدين يا جماعة مطش مطش الفيصالي والترجي في البطولة العربية وعلقة موت كلها من لاعبي الفيصالي الأردني بعد اتهامه بالرشوة من لاعبي والجهاز الإداري والفني لنادي الفيصالي في مطش القمة الوحيد اللي أداره إبراهيم نور الدين مطش القمة الوحيد الأهلي تفوق على الزمالك واحد سفر بهدف ذاتي يعني مش الأهلي هو اللي جابه الزمالك هو ما اللي جابه في نفسه هو لو الأهلي اللي كان جابه كان حسبه تسلل أحمد توفيق أحرز في نادي الزمالك الهدف الوحيد في المباراة رح قايم مد ضرب الجزاء من وحي خيال المؤلف لأحمد علي مهاجم الزمالك وقتها حارس مرمى الأهلي دخل داخل متزحلق على الكرة وعمل إيده الورى كده عشان ما يلمسش أحمد علي وأحمد علي وقع قبلها بنص متر فاحتسبها إبراهيم نور الدين ملك اللقطة وملك الشوق ضرب الجزاء ولكن عشان الحرام بيضيع والحرام ما بيدومش محمود فتح الله ضيع إبراهيم نور الدين في ماتش الزمالك وسيراميكا ضرب الجزاء واضحة وضوح الشمس لشاد حسين محمود حمد الوينش عمل تاكلينج شال شال شاد حسين من على الأرض وإبراهيم نور الدين بعد الرجوع لتقنية الفيديو يعني كان فيه تقنية فيديو كمان وبتاع الفيديو قال له تعالى إبراهيم شوف ضرب الجزاء قال لك لأ مفيش ضرب الجزاء في ماتش المقاولين العرب في ماتش المقاولين العرب هوريك لقطة يعني دي أوضح صورة ممكن نوصل لها شايفين الزقق؟ زققه ما تدهاش ضرب الجزاء بين شاركي زقق لاعب المقاولين العرب جوه منطقة الجزاء وكان معاك كرة ما تدهاش ضرب الجزاء إبراهيم نور الدين في ماتش النادي الأهلي قدام الاتحاد السكندري ما بيحسبش ضرب الجزاء بالرغم من العودة لتقنية الفيديو إبراهيم نور الدين ضد النادي الأهلي لعب الاتحاد السكندري نازل بدماغهل تحت لمستوى الأقدام أحمد فاتحي يشيل الكره ولعب الاتحاد نزل بدماغهل تحت حسبها ضرب الجزاء على النادي الأهلي وطرد أحمد فتحي في هذه المباراة إبراهيم نور الدين برضو برضو قدام أمبي زمالك وأمبي حتى بعد الرجوع لتقنية الفيديو ضرب الجزاء لنادي أمبي محمد عبد الشافي دهس رجل لاعب أمبي دهس يعني ضرب الجزاء ومحضر في الاسم ومع هذا إبراهيم نور الدين بعد ما بيرجع للفيديو ما بيديش ضرب الجزاء ضرب الجزاء الشهيرة للأهلي ضد الانتاج الحربي وليد أظهره لعب الانتاج الحربي بياخد وليد أظهره كده وبينزل بيه في منطقة الجزاء وبالرغم من كده إبراهيم نور الدين ماشى اللعب ومحسبش ضرب الجزاء لنادي الأهلي يعني بصوا شفتوا طبعا في أحد المواسم إبراهيم نور الدين لما الزمالك كسب الدورة في 2014-2015 في المطش النهائل الدوري أو آخر أسابيع الدوري كان عمال بيحضن في لعبة الزمالك وبيبارك لهم بالفوز بالدوري لأنه كان لاعب مهم في هذه البطولة إبراهيم نور الدين لما بيتعصب أو لعبة الزمالك بتتعصب في المطشات بيروح يهديهم بالشكل ده أهو شايفين يا جماعة براهيم نور الدين؟ شايفين ولا شفق؟ شايفكم كمان؟ أهو؟ بيطيب خطر شوكبالة بقول له إيه دا شوكبالة؟ ده كان في مطش الدخلية والنتيجة كانت واحد سفر كمان لنادي الزمالك إبراهيم نور الدين كوارث على المستوى الأفريقي ترجي التونسي 2022 بيديهم ضرب الجزاء من بره منطقة الجزاء بمتر ونص قدام بلاتو سبور بلاتو اليونيتد النيجيري وبيصعد فرقة الترجي التونسي بهدف ظلم في ظلم على حساب فريق بلاتو اليونيتد النيجيري أخيرا الاتحاد المصري لكرة القدم بيعلن رسميا عن طاقم تحكيم مباراة القمة غدا وقلتلكم النهاردة في اجتماع اتحاد كورة وهيعتمدوا طاقم تحكيم مباراة القمة حكم ساحة إبراهيم نور الدين حكم مساعد أول سامي هلهل حكم مساعد ثاني هاني عبد الفتاح حكم رابع أحمد الغندور حكم فيديو محمد عادل مساعد حكم فيديو عاطف حسين مساعد فار ثاني محمود أبو الرجال ده طاقم تحكيم مباراة الأهلي والزمالك غدا بإذن الرحمن لا نلومنا إلا أنفسنا مش عايزين نقول حاجة بكرة بعد المطش مش عايزين نقول أصل الحكم هو اللي ظلمنا ما تلومش غير نفسنا لأن إدارة النادي الأهلي لم تتخذ أي موقف قوي ضد تعيين إبراهيم نور الدين إحنا بقالنا ثلاثة أيام في بالونة اختبار إن إبراهيم نور الدين حكم المباراة وتم اختيار إبراهيم نور الدين حكماً للمباراة الأهلي لم يحرق ساكناً الأهلي لم يتزحزح الأهلي لم يعترض إعتراض قوي ويهدد بعدم لعب المباراة في وجود إبراهيم نور الدين اللي بيتمه مجملته وتكريمه ومحدش هيقدر يحاسب إبراهيم نور الدين بعد المباراة لأن إبراهيم نور الدين دي آخر مباراة يحكمها في حياته فلو دمح الأهل بكرة يا جماعة محدش يجي يزعل ولا حد هيقدر يحظل بعد كده لأن خلاص دي آخر مباراة ومش أحكم تاني مش عايز أحكم هتوقفيني شهر هتوقفيني سنة هتوقفيني عشر سنين أوقفوني زي ما توقفوني أنا كده كده مش هلعب تاني ومش عايز ألعب تاني ومش عايز ألعب تاني عايز أقول إدارة الزمالك عارفة أن جمهور الزمالك جمهور طيب قبل إدارة الزمالك اللي تلعت ضحكة على جمهور الزمالك أن هم رفضوا يلعبوا في الرياض في مباراة القمة بالرغم أن الفيفا هو اللي رفض عايز أقولك أن الزمالك ده عليه مليون دولار بسعر السوق يعني بتتكلم حوالي خمسين مليون جنيه أو تمانية واربعين مليون جنيه بسعر البنك الزمالك فرحان بخمسمائة ألف جنيه خمس تذاكر موسمية باعهم في المقصورة في مطش الأهلي والزمالك يعني الزمالك ضيع خمسين مليون جنيه من إيده وفرحان بنص مليون جنيه بيدحك بيه على جمهوره يقول لهم قادي الاقتصاد وادي الإرادات اللي إحنا بنعملها لنادي الزمالك أنت متخيل؟ يعني تضيع من إيدك خمسين مليون جنيه وتطلع تدعي البطولة أنك ضيعتهم وفي نفس الوقت فرحان بخمسمائة ألف جنيه جبتهم من وراء شوية تذاكر باعتهم في الموسم بمناسبة موسم الرياض عايز أقول لكم أن تورك الشيخ رئيس هيطة الترفيه في المملكة العربية السعودية قرر أن هنعمل مباراة سوبر سعودي مصري أو مصري سعودي بوجود النادي الأهلي إحنا مش عايزين الزمالكتاب اللي بيتكسبنا واللي بيحترمنا بنحترمه وإحنا بنتعامل مع إدارة محترمة اسمها إدارة النادي الأهلي مش عايزين حد تاني وجناء عليه الراجل قرر أن يكون في مباراة سوبر مصري سعودي باستضافة النادي الأهلي أي حاجة يكون فيها النادي الأهلي نجيب فيها النادي الأهلي أي فرصة ممكن نجيب النادي الأهلي ونتفاوض ونتعاقد مع النادي الأهلي نجيب النادي الأهلي ويبقى المكسب كله للنادي الأهلي وإحنا كمان نكسب مع النادي الأهلي إن إحنا نكبر موسم الرياض أكتر وأكتر وننجح موسم الرياض أكتر وأكتر بوجود فريق كبير بشعبية وجمهرية ضخمة زي النادي الأهلي ورفض رفض قاطع إن الزمالك يكون موجود بعد كده في أي احتفالية أو أي حدث رياضي داخل موسم الرياض عشان الزمالك يبقى يطلع يدعي كذباً المتحدث الرسم بتاعه إن الزمالك رفض لا الزمالك ما رفضش الزمالك كان موافق الزمالك كان موافق على خود مباراة القمة في السعودية ولكن الفيفا هو اللي رفض والزمالك حاول ياخد لقطة لكن ترك الشيخ رد الرصاصة في صدرهم رد الرصاصة في صدرهم عايز أقول حاجة مهمة جداً وفقاً للمصر اليوم نادي الاتحاد السكندري بيتحرك لمنع انتقال أحمد ميسي إلى نادي الزمالك أحمد عادل ميسي في ماتش الزمالك في الدوري اللي خسره بالاتحاد 3-0 والنتيجة 2-0 راح انفراد لوحده من نص الملعب راح انفراد لوحده من نص الملعب اللي هو أنا بجسم ده وبجرشي ده لو رحت الانفراد ده هجيبه جود أحمد عادل ميسي راح انفراد من نص الملعب كان بيستدعى صفير قلت لي ايه يا مصر يا يوم في مفاوضات بين الزمالك وأحمد عادل ميسي؟ اه هي عادتهم ولا هيشتروها يا جماعة؟ هي عادتهم ولا هيشتروها؟ ما نفس اللي حصل مع جنش وأحمد عاطف نفس اللي حصل مع أحمد عادل نفس اللي حصل من سنتين برده ما هو من سنتين نادي الزمالك كان بيفوض كل أندية مصر على اللعبة بتاعتها وسبحان الله اللعبة دي كانت قابل ما تشاط الزمالك كده قسود طيور جرحة قدام الزمالك قلب وبط بلدي عارفين البط البلدي؟ لما بيبقى واكل ومتغزي بيمشي يهزها كده بالراحة تاتا تاتا بالراحة على الأرض دي مش بتاعتنا فأحمد عادل ميسي يا ترى ضيع الكرة دي لأنه بيتفاوض مع نادي الزمالك ومش عايز يخسر نادي الزمالك ولا ضيعها حظ باي لك أنا بقولك كرة انفراض أنا بجسم ده هفرش عواد فرشة مفروشات بتاعت العيد وأخطها جول لكن أحمد عادل ميسي اللي بيقبض ملايين قرر ان يتيح بيها خارج خارج إطار المرمى تماما عرفتوا ليه؟ الزمالك سعد قدام فيوتشار؟ عرفتوا ليه الزمالك كسب الاتحاد 3-0 مريح؟ يارب تكونوا عرفتوا شكرا لكم